فرح وإلى أولى فقراتنا لليوم وهي المساحة الطبية اللي خصصناها للأطفال وبشكل خاص الأطفال الذين يعانون من الربو حيث تنشط هذه النوبات مع فصل الشتاء نحن نحكي عن هذا الموضوع مع الدكتورة هند القائدة أخصائية بأمراض الأطفال يسعد صباحك وأهلا وسهلا بك صباح الخير دكتورة بالبداية خلينا نعرف بالتفصيل من حضرتك شو مرض الربو هل ممكن يخلق مع الأطفال منذ الولادة؟ بداية مرض الربو مرض شائع عند الأطفال ونسبة حدوثه يعني يحدث نوبة روبية واحدة عند الأطفال بنسبة 10% قد تكون نوبة وحيدة أما تردد النواب هو اللي خلينا نقول عنه كلمة ربو هو مرض مزمن صعب التوقع سيره تقريبا أكثر المرض بسبب استشفاء عند الأطفال في المشافي هو مرض الربو وعدم تفهم طبيعة المرض قد تسبب للوفاة مشان هيك هذا الشيء بيتطلب وعي من الأهل ووعي من الطفل نفسه إذا كان طفل قادر أنه عم نحكي على طفل واعي لأنه الطفل بالمريض الربو طفل بسبب له نوعا ما أزمة أزمة نفسية أزمة بالطعام بالأكل بالشراب بالحركة بالتمارين الرياضة حتى تعطل عن المدرسة أزمة للأهل بيستنفروا ابنهم ما عم بياكل ما عم بينام تعطل عن المدرسة بده ياخده على المشفى يعمله إرزاز فهو مرض شائع والطفولة يعني ممكننا نقول مثلا نسبة حدوثه بالسنة الأولى 30% عند الأطفال بعد عمر 4 إلى 5 سنين متحته 90% من النواب فمرض ليس بالنادر بالعكس شائع ويتطلب وعي كتير وكيفية معالجته مو معالجة ما من نصعب الأمور بس هي مو معالجة سهلة تتطلب الوعي الواضح عند الأهل والتعاون بين كافة أفراد الإسراء والمشافية مشان تدبير هذا المرض دكتورة خلينا نحكي عن أعراض مرض الربو عند الأطفال الأعراض صريحة وواضحة وخصوصا بوجود قصة عائلية يعني الأهل اللي عندهم قصة عائلية لربو هن يعطي نوعا ما متأهبي لحدوث الربو عند الأطفال رح نقولش ممكن يكون وراسة تماما العنصر الوراسي هو عنصر واضح بالموضوع يمكن الأهل أول شي ينكروا وجود قصة ربوية تحسوسية أو ما يعرفوا وجود قصة يعني مثلا الأب بتم مزكيم بتم يعطس عيونه بتم حمر بتم بيسعول ابن الخالي ابن العم ما بعرف ليش بيفكروا مثلا ابن العم دخلوا ابن الخالي ما دخلوا لا طبعا عند الوالدين عند الام والاب فإذا وجود قصة عائلية تصير تلفت نظر احتمال موجود قصة ربوية عند الأطفال الأعراض الشائعة هي الأعراض عبارة عن سعال ضيق بالتنفس عند الطفل زلي عند تنفسية الطفل مثلا ما بيقدر ينام ما بيقدر يأكل عطشان للهواء بتحسيه ضايج هياج حسب شدة النوبي فأول ما تشخيص الربو تشخيص سهل سريريا للطبيب سهل والأهل إجماله بيجي يعني عم بيعرفان إنه ابنه طلع معه ربو فالتشخيص هو تشخيص سهل مثل ما إنه هو سعال جاف زلة تنفسية تسرع بالقلب رفو الطعام أدم الخضراء على النوم شعور بالانزعاج الواضح ألم بطني أحيانا هبوط بالحرارة من سدة تسرع القلب وتنفس أحيانا يترافق بإنتانات تنفسية إذا ترافق بإنتانات تنفسية له أعراض دانية بس في كتير مهم الشغلة إنه نحنا ما هلا هي من شغلة الأهل قد ما هي شغلة الطبيب إنه يلفت نظره إنه مو كل طفل عنده قصة ربوية وعمل أعراض ربوية هو ربو لازم ننفي شغلات تانية كتير مهمة مثلا هذا شي بعود للطبيب مثلا الطفل عنده قصة ربو يعني نحنا عم نشوف عنده أزمة ربو متكررة وممكن يكون يعني عم نعقده شوي إنه ممكن يكون بالي جسم أجنبي ونحنا عنا قصة عائلية ربوية نفكر إنه هاي قصة ربوية هو الطفل حقيقة مو هو قصة ربو قصة تناول جسم أجنبي وهذا شي شائع عند الأطفال يعني الأطفال ممكن يتناولوا بزرة فستقة حبة كرزة حبة مسبحة ويعملنا نواب ربوية متكررة ونحنا بنعرف إنه الطفل أهله عندهم قصة ربوية فيه خلفية ربوية ونعامل الطفل على أساس ربو فهذا الشي لازم يلفت نظر الأهل إذا مسألهم في قصة استنشاق قصة شردقة هذا الشي واضح تمان فيه عندنا قصة الالتهاب القصبات الشعرية عند الأطفال هو عرض شائع وهذا الشي بيحدث قبل عمر سنتين هذا مو شرط نحكم على الطفل إنه عنده ربو فأي أزمة صورة ربوية عند الطفل قبل عمر سنتين نحنا متعامل معها بالتهاب قصبات الشعرية كطبيب يعني كيف متعالج معه وإذا تكررت هاي النواب وكان في قصة عائلية هون منرجح تشخيص الربو فالربو ما يتشخص من أول نوابة أول نوابة نحنا ندرسه للطفل تكرر النواب وجود قصة عائلية مثل ما قلت لك هو الشي بيرجح وجود الربو في أطفال عندهم قلص معيدي مريئي يعني بيرجع ارتداد الأكل من المعدة للمريد هالشي بيسبب تخريش وبيعملنا أعراض تشبه الربو فكما ننتبه لهالمواضيع هاي التشخيص التفريقي للربو تشخيص واسع بس إجمالا كما أعيد وأكرر أنه وجود قصة عائلية تحسوسية من أي نوع كانت يعني قصة التهاب ملتحمة أرجي قصة مكام أنف لايم قصة التهاب جيوب تحسوسية عند الأقارب نلفت نظرنا لوجود الربو بيبقى تشخيص الربو التأكيد لأله هون شغلة الطبيب إجمالا قصة الصورة رحنا بنعملة أحيانا ما منطلب صورة من أول مرة أما إذا تكررت منطلب صورة الصورة هي مو لتشخيص الربو تشخيص الربو سهل بالصورة الشواعية ما حنلاقي علامات وصفية بس ننفي الآفات الثانية المرافقة يعني الآفات القلبية الاضطرابات التشريحية بالصدر ننفي الآفات الثانية هذا اللي بيخلينا نطلب الصورة الشواعية والاختبارات المصلية للربو يعني الدموية هلأ بنا فحص دم ما بيشخص لنا ربو أحيانا ترتفع الايوزينيات يعني نوع من الخلايا الكريات البيض الموجودة بالدم قد ترتفع يعني نحنا تشخيص الربو لا نعتمد عليه على المخبر إذا وجدت ارتفاع بالايوزينيات بنسبة معينة تقريبا 400 خليل مثل المكعب هون متساعدنا بالتشخيص كمان الدلوبورينات المناعية يعني فحص دموي بفحص لنا الأضطار قد ترتفع وقد لا ترتفع فلا نعتمد على تشخيص الربو بالفحوصات المخبرية والشواعية بل تساعدنا وتردفنا أما الحقيقة هي القصة السريرية الواقعة تمام كمان دكتور نعرف كثير أن الأمراض يمكن لطريق علاجة طويل دائما تحتاج لإسلوب ونمط حياتي مختلف عن الإسلوب للطفل الطبيعي يمكن اللي ما بيعاني من أي مرض كيف بيصير إسلوب حياة طفل الربو وكيف نقدر نتعامل معه عن شو لازم يبتعد على شو لازم ينركز هو هذا السؤال الأهم لأنه مثل ما قلنا أنه تشخيص الربو سهل بس معاملة مع طفل الربو معاملة ليست سهلة لأنه المرض مزمن كما قلنا ويتطلب وعي واضح من الأهل فنحنا نتعامل مع مريض الربو بمعالجته أول شيء إبعاد العامل المسبب إن أمكان لأنه مؤرجات الربو كثيرة نبدأ بعدد كبير لا يحصل من الأعداد عندك وبار المنزل وبار الطلع وبار الحيوانات الروائح المخرشة الطعام البيض الحليب أحيانا ما بنعرف نحنا شو الأدوية نزلات البرد تصير الهواء البارد تبدل الطقس من دافئ إلى بارد أو بالعكس كثير شغلات بتصير النوبة الربوية وأحيانا الأهل بقدروا يعرفوا شو اللي ثار النوبة وأحيانا كثير صعب والأغلب إنه كثير صعب تعرفوا شو اللي أثار النوبة فالرقن الأول هو الابتعاد عن العوامل المؤرجة إن أمكن ثاني شي في عنا معالجة النوبة وفي عنا معالجة ما بين النوبة هلأ معالجة النوبة بيعرفوها تقريبا الأهل والأطباء كلياته وهلأ الأكتر هو عبارة عن الإرزاز يعني نحنا بنحط مادة موسعة للقصبات عن طريق الإرزاز وهو الأفضل والإرزاز عبر الجهاز بتحطي فيه المادة الموسعة للقصبات وبيستنشقة الطفل عبر حجرة غالبا نحن عم نتعامل هالأيام حتى ما يصير فيه عنده مشاكل مباشرة عن طريق الفن صعب على الطفل يتعامل فيها أحياناً فينا نطبقها بالمنزل إذا كان فيه درجة واعي من عند الأهل يطبقوها بالمنزل الأهل بالتعاون مع الطبيب والاتصال مباشر معه لأنه أحياناً كمان إذا تركت الأهل على المعالجة بالمنزل وسائد حالة الطفل وما حطوكي بالصورة بيدخل بصدمة وبيحتاج راعتها إسعاف سريع وعناية مشددة فإذا فيه وعي بين الأهل والطبيب فينا نتعامل عن طريق الأرزاز هاي المعالجة الربوية بالنوبي الحادة أما المعالجة ما بين النواب أحياناً مضطر لأيها إمتى مضطر لأيها؟ لما بيكون فيه تكرر بالنواب شديد يعني الطفل دايماً عم يطيب من النواب بس عم تتكرر النواب بشكل متقارب الفترات بالنواب أو الطفل تعطل عن الدوام المدرسي يعني أنه دايماً دايماً عم يتعطل أنت مضطرة أنك تعملي له معالجة وقائية بين النواب أو مثلاً ما عم بيقدر ينام مضبوط صارت عنده أرق دايماً منسبب أنه تكرر النواب يعني منضطر لمعالجة ما بين النواب ما بين النواب هاي معالجة بيحكمها الطبيب تقريباً فيه إرزاز هلأ عم سهل الـ ICS تعطي كورتيزونات عن طريق الإرزاز فيه إدوية عن طريق الأقراص كمان المضادات لكوكوترين كمان فيكي الطبية بس فيه معالجة مناعية للربو كمان فيه معالجة باللعبة كمان يعني خطة المعالجة للمعالجة المديدة بقررة الطبيب هو بالتعاون مع الأهل بس هي حقيقة بدها درجة واعي درجة جيدة من الوعي مع الأهل وإلا فعلاً بتدهور حالة الطبية أكيد دكتورة منتمنى الشفاء لكل الأطفال إن شاء الله يا رب وشكراً لإلك شكراً للمعلوماتك القيامة شكراً لإلك شكراً لإلك دكتورة والصحة والسلامة أكيد لجميع الأطفال